اشتركوا في القناة بعد استشارة الوزير الاول السيدات السادة الاتية اسماؤهم احمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج ابراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للاختام العزيز فايد وزيرا للمالية محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية والاوقاف عبد الحكيم بالعبد وزيرا للتربية الوطنية كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي يسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين سوريا مولوجي وزيرة للثقافة والفنون عبد الرحمن الحماد وزيرا للشباب والرياضة مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عالي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني محمد عبد الحفيد هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية محمد طارق بلاريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات محمد بوسلماني وزيرا للاتصال لخض الرخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية طه دربال وزيرا للري يوسف شرفة وزيرا للنقل مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية عبد الحق سيحي وزيرا للصحة فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسمع زوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان فيزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية يسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والسيد يحيى بخاري أمينا عاما للحكومة كما عين السيد رئيس الجمهورية كل من السيد عبدالعزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ندير العرباوي مديرا لديواني رئاسة الجمهورية